اهلا بحضراتكم من جديد اهلا بنتكلم على الاحترام وعلى النقاش الموضوعي وعلى الحجة والمنطق اعتقد دي ادوات الملك وكتابة اللي انتو عاهدتوها في الستمية وستين حلقة اللي فاتي ان احنا دايما وابدا نقاشنا بيستند ويرتكس في الاساس على الحجة والمنطق وسلامة المعلومة والاحترام عشان كده حتى لم يبقى في مبني على محاولة تصدير اتهام ما او اساءة ما للنادي الاهلي او ان حد يطلع يلعب في عقول الشباب بالذات الشباب الصغير بنقول له لا ستوب الجمهور الجديد والجمهور الصغير نازم ان يبقى عارف حقائق الامور كانت هي الزميل العزيز والاستاذ احمد عفيفي طلع قال حاجة حاول من خلالها تصدير اللي انا هقوله لكم تقريبا نص الكلام قال ان منتخب غانا في بداية التمانينات كان منتخب قوي جدا عشان كده بدأت الاندية المصرية تتهافت على ضم لعيبة منه الزمالك جاب ايمانو الكوارشي المقاولين جاب عبد الرزاق كريم وبيل انطوان حارس المرمى الكاميروني والنادي الاهلي جاب جورج الحاسم قال الساز احمد عفيفي انه الزمالك مع آآ كوارشي جاب بطولة الدور وجاب بطولة افريقيا المقاولين مع عبد الرزاق كريم ومع بيل انطوان جاب بطولة دور وجاب بطولة افريقيا وجورج الحاسم فشل مع الاهلي فقال عشان كده في السنة التالية على طول كان قرار انهاء وجود اللاعبة الاجانب في الاهلي في مصر ما يعني انه القرار للاهلي وانه القرار بيخدم الاهلي وانه القرار بسبب انه الاهلي فشل والقرار انه الاهلي ما استفادش من جورج الحسن فعلي وعلى اعدائي ده اللي قاله احمد عفيفي لكن ايه حكاية ان الكابت اللطيف اهلاوي هتسمعوها مؤجلا شوية